موسيقى إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له من دون الله عز وجل وليا ولا مرشدا أبناء وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة للمراجعة العامة على بعض الأحاديث المقررة علينا في هذا العام من علم الحديث فرعا من فروع مادة أصول الدين دعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير هيا بنا أبناء وبناتي لنرى الحديث الأول الذي معنا في هذه الحلقة إماطة الأزاء من أسباب المغفرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له بين معاني الكلمات الآتية غصن فأخره فشكر الله له أنتم تعلمون أبناء وبناتي أن كلمة غصن معناها طرف الشجرة ما دام ثابتا فيها فأخره أي نحاه عن الطريق وفي نسخة فأخذه أي أبعده فشكر الله له أي قابل منه هذا الفعل اليسير بين المعنى الإجمالي لهذا الحديث هذا الحديث أبنائي وبناتي يحكي لنا قصة رجل من العصور الأولى من بني إسرائيل هذا الرجل كان يمشي بطريق وهو يستكمل مشيه وسيره في هذا الطريق وجد غصن شوك فرع يؤذي الناس ربما يمنعهم من المرور أو يتعلق بثيابهم المهم أنه يتسبب في الضرر لهؤلاء الناس فما كان من هذا الرجل إلا أن أخره أو أخذه أو أبعده من الطريق عمل بسيط إلا أن الجزاء عليه كان عظيماً وهو شكر الله جل جلاله لهذا الرجل فغفر له مغفرة 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 من الله سبحانه وتعالى على عمل بسيط لا يتوقع الإنسان أن يكون هذا جزاؤه ولكن المعطي هو من هو الله والكريم إذا أعطى أجزل العطاء والنية الخالصة في الفعل هو أخذ الغصنة حتى يستطيع الناس أن يعبروا الطريق وأن يسيروا فيه ليس في نيته أكثر من ذلك عمل في غاية البساطة إلا أن الجزاء في غاية العظمة والكثرة هيا بنا أبنائي وبناتي نذكر بعض الأسئلة الأخرى على هذا الحديث ما الذي يعلمه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته في هذا الحديث الشريف الذي يعلمه الرسول لأمته في هذا الحديث الشريف أدبا عاليا من آداب الطريق ويبين لهم فضل إماطة الأذى عن الطريق وكذلك يبين أن قليل العمل قد يحصل منه الإنسان على كثير الفضل والخير سؤال آخر أكمل مكان النقط بالكلمة المناسبة كما فهمت من الحديث عد الرسول إماطة الأذى عن الطريق من من يجيب أبناء وبناتي أحسنتم كلكم مصيبون من شعب الإيمان يحكي الحديث قصة من رجل من الأمم السابقة كان كان شكر الله لهذا الرجل بأمري الأول مغفرة ذنوبه والثاني من يذكره أحسنتم أبنائي وبناتي الثاني شكر الله له ذلك أذكر أهم ما يرشد إليه الحديث حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته ما فيه الخير إماطة الأذى سبب من أسباب المغفرة إيصال الخير للناس ودفع الضرر عنهم على الحديث كان واضحا في مراجعته هذه بل الأكثر والذي أود أن أنوه عليه أبنائي وبناتي لا نتعلم الحديث من أجل الانتحان وفقط وإنما أن ينعكس الحديث على سلوكنا جميعا فإذا كنا نسير في شارعنا في حينا في قريتنا في مدينتنا ووجدنا شيئا في الطريق يعيق حركة الناس فما المانع أن نبدأ بالمبادرة أن نتكاتف أن نتعاون من أجل إماطة هذا الأذى فربما أن يقبل الله منا هذا العمل فيشكر الله لنا فيغفر لنا بشرط أن تكون النية خالصة لله رب العالمين وأن تكون النية مبعثها أن نميط الأزى عن الطريق من أجل جميع الناس هيا بنا أبناء وبناتي أنتقلوا بكم إلى حديث آخر لنقوم بمراجعته هذا الحديث يتحدث عن الرفق بالحيوان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أريد أن أستعرض معكم بعض الأسئلة في هذا الحديث فإلى هذه الأسئلة بين معاني الكلمات الآتية هرة خشاش الأرض هرة أي قطة خشاش الأرض حشراتها وهوامها اشرح الحديث بإجاز علنا ذكرنا قصة الحديث وقصة هذا الحديث إنما هي شرح له ولكن نزيد عليه أن الحيوان يشعر ويحس كما نشعر ويتألم كما نتألم فلا نحبسه ولا نكلفه من العمل ما لا يطيق ولا نؤذيه بأن نلعب به لأن هذا اللعب ربما يتضرر به لكن هذا السؤال يتحدث عن قصة الحديث انظروا معي إليه أذكر قصة متقابلة مع هذه القصة نعم عن لكم تذكرونها جيدا أبنائي وبناتي هي قصة الرجل الذي اشتد عليه العطش فوجد بئرا فوجد بئرا فنزل وشرب وعندما خرج وجد كلبا يلهث من شدة العطش لدرجة أنه كان يأكل الثرى أي التراب المبلل فقال هذا الرجل لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ مني يعني وصل من العطش مثل ما وصلت أنا ثم نزل إلى البئر وملأ خفه أي نعله الذي يلبسه في قدميه وأمسكه بفيه أي فمه وصعد ورقا وسق الكلب فشكر الله له فغفر له هذه أبنائي وبناتي قصة تتشابه ولكن بالمقابل المرأة حبست ومنعت ولم تطعم الرجل فهم ووجد الكلب يلهث من شدة العطش لدرجة أنه كان يأكل الثرى أي التراب المبلل وهو الطين ففطن وقال لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ مني أي وصل إلى درجة العطش التي كنت فيها منذ قليل تصرف تلقائي نزل إلى البئر ملأ الخفة أمسكه بفيه صعد سق الكلب فكانت المغفرة والشكر من الله سبحانه وتعالى على هذا العمل البسيط أرى معكم سؤالا آخر أقول في هذا السؤال ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخطأ دخلت هذه المرأة النار بسبب قطة حبستها الإجابة صحيحة أحسنتم أبناء وبنات دخل رجل الجنة بسبب كلب سقاه من عطشه أيضا الإجابة صحيحة الرفق خاص بالإنسان فقط الإجابة خاطئة أذكر بعض ما يرشد إليه الحديث نقول فضل التخلق بصفة الرحمة كذلك مراعاة حقوق الحيوان من الأخلاق الحسنة قسوة القلب تؤدي بصاحبها إلى دخول النار الرفق بالحيوان سبب من أسباب المغفرة ليتنا نستوعب الدرس من كان عنده حيوان ألف محترم في بيته عليه أن يرحمه عليه أن يشفق به عليه أن لا يكلفه من العمل ما لا يطيق كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجمل وهو يشكو في أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يحمل عليه ويؤذيه ولا يطعمه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اشفق بجمالك إنه يشكوك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الحيوان بل ويداويه بيده يطعمه يقدم له الطعام والشراب وإلا فلتترك هذا الحيوان ليأكل من خيرات الله إن كان يأكل النبات الأخضر فليأكل منه وإن كانت تأكل الحشرات فلتأكل منها فكل ميسر لما خلق له أما أنت فلا تعرضه لتعذيب ولا منع لطعام لأن ذلك سبب في دخول النار والعياذ بالله هيا بنا أبنائي وبناتي ننتقل إلى مراجعة حديث آخر صفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا خلق خلق في الطريق لابد لابد أن يكون قدوة حتى يقتدي به الصغير والكبير حتى يقتدي به حديث الإسلام بل والسابقون فيه لماذا أبنائي وبناتي لأنه أدبه الله وعلمه الله قال صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلمني ربي فأحسن تعليمي فكان قرآن يمشي بين الناس كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هيا بنا نرى بعض الأسئلة عن هذا الحديث بين معاني الكلمات الآتية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا أي ليس ذا فحش في كلامه ولا أفعاله والفحش سوء الخلق وبذاءة اللسان ولا متفحشا أي لم يكن متكلفا الفحش ولا يتعمده تكلم عن أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيره كما قلت إذا أردنا أن نتكلم عن أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيره اتضح ذلك من أول الدعوة الإسلامية حتى في مقابلة الإيزاء كان بإمكانه أن يدعو عليهم فيفنيهم ولكن لأدبه ورحمته وشفقته وحبه للأمة لم يفعل من باب أدبه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقابل الإساءة بالإساءة ولا السيئة بالسيئة هذا هو اليهودي يضع القاذورات أمام بيته كل يوم وعندما يفتقده ولا يجده في بعض الأيام يسأل عنه صلى الله عليه وسلم فيعلم أنه مريض فبأدبه يذهب إليه ليعوده ويزوره فيقول أبهذا يأمركم دينكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا جانب بسيط من أدبه صلى الله عليه وسلم الأدب العالي والخلق السامي والأدب الرفيع له صلى الله عليه وسلم هيا بنا ننتقل إلى سؤال آخر بما وصف القرآن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقول وصف القرآن الرسول الكريم بأنه على خلق عظيم قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أكمل بالمناسب مكانا نقط معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا ما معناها أبناء وبناتي أحسنتم أي أكمل المؤمنين إيمانا أكثرهم تمسكا بفضائل الأخلاق نقطة أخرى أمهات مكارم الأخلاق هي بشاشة الوجه و كف الأزى و بذل الندى إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم ماذا وماذا أحسنتم بسط الوجه وحسن الخلق كان خلقه صلى الله عليه وسلم أحسنتم القرآن يغضب لغضبه و يرضى لرضاه هل حسن الخلق غريزة أم مكتسبة اختلف العلماء في ذلك والصحيح أنه منه ما هو غريزة ومنه ما هو مكتسب اشرح الحديث بأسلوبك نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلفت الأنظار إلى أننا مهما كان عندنا من أموال فلن نسع الناس بأموالنا فالكل يريد أن يأخذ من هذه الأموال وسوف يأتي يوم وينتهي هذا المال ولكن يمكننا أن نسعهم جميعا بحسن خلقنا لأن حسن الخلق مادة لا تنتهي صفة لا تنضب تسع جميع الناس تعامل هذا بالرفق وتعامل هذا بالدين وتلتزم على هذا الأدب وتساعد كل ذلك داخل في معنى حسن الخلق انظروا معي في هذا السؤال أذكر ما يرشد إليه الحديث فضيلة حسن الخلق لأنه يورث صاحبه محبة الله ومحبة عباده كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا حسن الخلق منه ما هو وهبي من الله جل جلاله ومنه ما هو كسبي إذن أبنائي وبناتي يمكننا تعديل السلوك طالما أن حسن الخلق منه ما هو وهبي بمعنى مفطور عليه الإنسان وبالمقابل منه ما هو كسبي يستطيع الإنسان أن يكتسبه بالممارسة بالميران أتعود الصدق أتعود الإخلاصة أتعود الأمانة كل ذلك يأتي بالتعود واكتساب المهارات وتعديل السلوك حتى نكون متصفين بصفة من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم وهي صفة حسن الخلق هيا بنا أبنائي وبناتي ننتقل إلى مراجعة حديث آخر ماذا نرى في هذا الحديث المرء مع من أحب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوم ولما يلحق بهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ربما أبنائي وبناتي يحب الإنسان منا أحد الصالحين وهذا أمر واجب بل أكثر من ذلك محبة الأنبياء هي فرض علينا جميعا وركن من أركان الإيمان من الإيمان بهم لكن هل عملي أنا وأنا عبد فقير ضعيف يرتقي إلى درجة الأنبياء برغب ذلك أني أحبهم فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره عن ذلك أنا أحب الله ورسوله وأحب الساعة وأحب كذا وكذا لأنه يعلم أن المرء مع من أحب فقال له أن المرء يحب بعض الناس ولما يلحق بهم أي في الأعمال أي تقل أعماله عن أعمالهم فما كانت إلا الطمأنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح باب البشارة المرء مع من أحب أريد أن أتساءل معكم أبنائي وبناتي عن بعض مفردات هذا الحديث وبعض الأسئلة فيه هيا بنا نرى ذلك بين معاني المفردات الآتية لما يلحق بهم والمرء مع من أحب لما يلحق بهم أي في الأعمال وطرق الكمال فلم يعمل بعملهم والمرء مع من أحب أي يحشر مع من أحبه ويكون رفيقا له ماذا أعد الأعرابي للساعة كما جاء في الحديث الآخر قال الأعرابي أعددت لها حب الله ورسوله فقال له الرسول الكريم أنت مع من أحبب ما الذي يشترط أبنائي وبناتي في محبة الصالحين يشترط في محبة الصالحين التأسي بهم والعمل بعملهم أذكر ما يرشد إليه الحديث عظم فضل الله على الأمة الإسلامية وجزيل عطائه محبة رسول الله سبب في دخول الجنة الحث على صحبة الصالحين والأخيار أبناء وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في حلقة المراجعة هذه لفرع الحديث من مادة أصول الدين أدعو الله جل جلاله لكم دائما وأبدا التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى ترجمة نانسي قنقر